ينزل هؤلاء الباحثون إلى النهر ثلاث مرات في الأسبوع ليحصوا أسماكاً صغيرة للغاية هي صغار الأنقاليس أي صغار الثعابين النهرية التي تولد في بحر سرجاسو شمال المحيط الأطلسي وتهاجر في كل ربيع إلى الأنهار الأوروبية والأمريكية في ظاهرة ما زالت تحير العلماء تعود أسماك الأنقاليس إلى بحر سرجاسو للتكاثر في المكان نفسه الذي ولدت فيه وهذا أفضل تقدير لدينا فقط لا نعرف بالضبط أين أو كيف يحدث ذلك لكن الشيء المؤكد الوحيد هو أن أعدادها تتناقص داخل الأنهار حيث تنمو السدود والتلوث والسنام الذي ذرب قرة آسيا أثرت على بيئتها لكن الطلب عليها متزايد فعلى ضفاف أنهار ولاية ماين وهي من بين الأماكن القليلة حيث يسمح بصيدها يصل سعر الرطل من صغار الأنقاليس إلى 2600 دولار لتباع بعدها بأسعار عالية جدا في السوق الأسيوية حيث تتم تربيتها في المزارع السباكية إنه لأمر مذهج عند التفكير فيه يمكن لثعبان الأنهار أن يولد في المحيط الأطلسي بالقرب من جزر برمودة ثم يصطاد في ولاية ماين ليرسل إلى آسيا حيث ينمو عدة سنوات ومن ثم يتم إرساله مجددا داخل السفن ليأكل في المطاعم وقد باتت أسعاره قياسية لدرجة حرمان الصيادين من استخدامها كطعم ثلاثة دولارات فاصل خمسة وعشرين للثعبان هذا مذهج كما تقنن السلطات منحة رخيص الصيد وتشدد المراقبة على الصيد غير الشرعي ارتفاع الأسعار سبب إفراطا في صيد هذه الأسماك من دون إدراك أن هذا النوع يتطلب وقتا طويلا ليتجدد وأخشى أن نصل إلى درجة يحول الصيد غير الشرعي فيه دون تشددها فعلا في غضون عشرة أعوام أو عشرين عاما وفي حال نجاتها من الصيادين بشرا كانوا أم حيوانة مفترسة ستعود هذه الثعابين إلى بحر سرجاس للتكاثر ثم تعود الصغارها إلى نفس هذه الأنهار لتعيش المسار نفسه اشتركوا في القناة